فيش خل وافين فيش حاجة اسمها صديق وافي في المطلق هو يعني للأسف الجمل اللي هي عنيفة جدا دي بتبقى غير مقبولة لأنه لا فيه كل حاجة موجودة في الدنيا لكن الفكر الاختياري حيث قلت أنا مشتغل أستاذ إدارة إدارة العلاقات ده علم من ضمن علوم الإدارة إدارة العلاقات الاختيار يعني حيث لما نشوف الأصدقاء إيه الحاجة اللي تنجح الصداقة صفات مشتركة ومهارات مختلفة يعني دي قاعدة مهمة جدا فيه الصداقة يعني إيه يعني أنا لو أنا وحضرتك عندنا صفات مختلفة أنا كريم أو حك بخيل أو حك كريمة وأنا بخيل العلاقة مشتنجح صح فهو لازم الصفات تبقى متشابهة والصفات ممكن نقول عليها بالبلد كده اللي هي الطبع لكن المهارات مختلفة إنت بتفهمي تكنولوجي وأنا بفهم مثلا بزنس فإحنا لما نقعد أو نبقى أصدقاء مع بعض نكمل بعض الفكرة بس يا جمانة أن إحنا أحيانا اختيارنا بيعتمد على الفيرست إمبريشن أنا شفتك فقلت شكلك طيبة جدا فارتحت لك حلو جدا أنا ما ديش مشكلة لكن ده مش معناه إنه حضرتك وذين يوم ولا اثنين أو ثلاثة تبقي صديقة بالنسبالي الصداقة عشان تتبني لازم تتبني على العلاقة فيها أنا بجرابك مرة واثنين وتلاتة عشان أعرف أنت فعلا إنسانة جدعة ولا ودايما الجدعانة في الصداقة بتعتمد على إيه لما تزنق في موقف وشوف أنت بتعمل إيه لكن إحنا اتعرفنا على بعض فأنت قلت لي اللي أنت عايزه أنا أعمله لك أنا أضمن منين الكلام الحيك بتقوليه ده صح فهيدي الفكرة حسن الاختيار يعني دايما الشباب لازم وخصوصا نحن بكلم على الشباب أكتر الحكمة لأنه صديقك ده أو صديقي ده ممكن يضمر حياتي ليه؟ طبعا لأن أنا وانس إن أنا وثقت فيه ممكن بيعرف معلومات كتيرة جدا عني وأنا مش متأكد هو فعلا هذا الشخص بلاش فكرة أنه الشكله كويس أصلا نرتحت له الحرامي دلوقتي أكتر واحد عمرك ما تشوك فيه هو الحرامي عكس زمان الحرامي لأ شكله من بعيدك تقولي لا مش مريح الحرامي دلوقتي لازم على فكرة الحرامي ده مش معناه بيسرقك ماديا طبعا لكن بيسرق مشاعرك بيسرق حاجات كتيرة فلازم الحرص لازم الحرص طيب يعني مبدين حضرتك بتقولي أنه في أصدقاء أو في أقونا مش أسطور ده حقيقي طيب الحاجة التانية حضرتك بتقول إحنا مفروض مش من أول ما تشوف الشخص عتبره صديق وأنه حسب المواقف خليني أشارك مع حضرتك وجهة نظري يعني أنا وجهة نظري أنه مش بس المواقف ومش بس العشرة أنه فيه السمات شخصية فيه شخص جدع يعني فيه شخص لو حد وقع في مشكلة هيساعده سواء صحاب أو مش صحاب وفيه شخص مش جدع بالمناسبة فيه عشرة أو ما فيه عشرة فأعتقد أنا وجهة نظري أنه بجانب العشرة وبجانب المواقف أعتقد فكرة تعارض المصالح وتضارب المصالح أكتر من المواقف الجدعانة إنه مواقف الجدعانة أنا ممكن تكون صديقة ليا وقع في مأزق ومش هيدريني أن أنا سعيدة فها سعيدة حلو السؤال ده فكرة تضارب المصالح وعندنا مثال شهير جدا ياريت حتى المشاهدين يدخلوا وقر شوية عن القصة دي إحنا بنقسم البنقادمين لتلات أنواع فيه ناس عندهم مبادئ لا يمكن يتخلوا عنها مهما حدث ودي نسبة قليلة للأسف فيه نسبة في النص عندهم مبادئ لكن لو تحطوا تحت ضغوط هيتخلوا عن المبادئ صحيح ودي للأسف برضو جوء نسبة كبيرة شوية النسبة التالتة ما عندهمش مبادئ أساسا فهو الشخصية الميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة أحيانا ممكن حكي تتعاملي مع صديق من المجموعة اللي في النص هو عنده مبادئ بس مع تضارب المصالح بيتخل عن المبادئ فأنا بعزك جدا أو بيبرر أو بيبرر عندنا قصة شهيرة الرئيس التاني والتالت لأمريكا الرئيس التاني اسمه جون آدمز والرئيس التالت اسمه توماس جيفرسون وفي الصداقة يا جوان لازم الناس تراعي حاجة صغيرة فكرة النفسانة فأنت ممكن مثلا تلاقي عندك بنتين فيه فرق جدا في مستوى الجمال في مستوى الاجتماعي في المستوى المادي فهنا فيه عناصر للنفسانة فممكن واحدة منهم بتبين للتاني أن أنا بحبك جدا لكن هي بتكرهها لا شعوريا لإحساسها أن اللي عندك مش موجود عندي ده بالزبط اللي كان موجود في المثال ده توماس جيفرسون اللي هو الرئيس التالت طول بعرض شعره ناعم جدا ابن ناس قوي جون آدمز اللي هو الرئيس التاني وصير وتخين وأصلع ومستوى اجتماعي قليل فاحنا هنا عندنا عناصر النفسانة وللأمانة أول ما تعرفوا على بعض رغم أن كل واحد منهم كان بينتمي لحزب ضد الحزب التاني كانوا أصحاب جدا 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 ده حقيقة لدرجة أن مرات الرئيس التالت اللي هو توماس جيفرسون ماتت وهي صغيرة فجون آدمز ومراته قالوا له تعالي عايش معنا كأنك واحد مننا أول بقى ما بتدت تتعارض المصالح اللي اتنين اترشحوا لرئاسة أمريكا إيه اللي حصل هؤلاء الأصدقاء اتحولوا إلى أعداء أنت مش متخيلة لدرجة العداء لدرجة ممكن الناس تدخل تتفرج على مشهد ومشهد تمثيلي مشهد موت توماس جيفرس سوري جون آدمز اللي هو رئيس التاني بالمناسبة هم ماتوا في نفس اليوم بينهم خمس ساعات مين اللي مات في الأول التالت اللي هو توماس جيفرس اللي هو الولد ابن ناس الأمور ده اللي بعده اللي مات جون آدمز مشهد موت جون آدمز هو بيموت وجنب ولاده وأحفاده والخادم بتاعه بيهويله بالمروحة هو كان فاكر أنه هو اللي هيموت في الأول فبيقول لابنه توماس جيفرسون سيرفايفز يعني بيقول له ابن المحظوظة توماس جيفرسون عايش وأنا هموت شوفي تخيالي واحد بيموت وكل بالخطر فيه إن عدوي مازال عايش شايف حك فهنا كانوا أصدقاء جدا بس تعارض المصالح أدى إلى في الآخر إليه إن احنا نكره بعض